خلينا نتكلم في النقطة دي سيد أحمد دلوقتي تم تعيين لجنة هذه اللجنة من قبل طبعا اتحاد الكورة النهاردة في الاجتماع هذه اللجنة مسؤولة عن المنضوع اللي احنا نتكلم فيه اتكلم عن المنضوع اللي هو إدارة مشكلة أو أزمة مستحقات شرط الجزائي بتاع روي في توريا شايف هل اللجنة دي هتنجح في وسط ان الراجل متمسك بالحصول على كامل أشارة الجزائي طيب أقول لأحضر لك يا جنة انا عندي معلومة هو كده حلو ان كابتن حازم امام حاليا بيجتمع مع روي في توريا بحضور وكيله سمير عبدالتواب سمير عبدالتواب صديق شخصي لكابتن حازم وهو اللي كان جايب برشح روي في توريا فمحاولة لإقناعه بالحصول على نص مستحقاته وزي ما أنا عرفت ان السيد محمد انه وليه ثلاثة شهر غير الشهر غير شهر يناي غير شهر يناي شهر يناي ده أوتوماتيك هياخده هو حاولة دلوقتي انه هما يدوله ياما شهرين ياما شهر ونص يعني نص الشرط الجزائي وهو أعتقد ان الراجل ممكن يوافق خصوصا انه عنده عرض من أحد الأندية السعودية تقريبا الشباب ده اللي وصل لي أنا أعتقد انه وعلاقة كابتن حازم بفيتوريا تسمح انه يكنعه بالتنازل عشان خصوصا انه ما يحققش الهدف المطلوب ونشايف الرأي العام في مصر لا يتقبل استمراره طبعا أنا عايز أن أسأل سؤال والسؤال ده بيدور صراحة أول حاجة بس كان في معلومة قبل أول ما اتطرح اسم يعني اتطرح اتجاه لإبعاد فيتوريا تم طرح اسم ميكالي وأعتقد ان هنا في البرنامج تم ذكرها ده حقيق ميكالي مرتبه سبعين ألف دولار راجل وطبعا يعلم بواطن الكرة المصرية باعتباره ان هو المدير الفني المنتخب الإلومبي لكن هناك من رفض الكلام ده ساني لا ساني واحد هو بس مش بس ميكال الراتب بتاعه سبعين ألف يعني منت عندك أنا بكتبع المنتخب المصريين اللي موجود في مصر يعني ومتاح ومن السهل ان انت اعتمد بليه بسهول 25 ألف دولار عندك بيسيرو 75 ألف دولار عندك الوحيد يمرتبه يتقارب مع منتخب مع منتخب مصر وليد الريكراكي وليد الريكراكي ده راجل اللي وصل بفريقه اللي نهائي كهس العالم وحق المركز الرابع فوضع طبيعي انه يكون مرتبه كبير ونفس الوضع بالنسبة للمدير الفني بتاع الجزائر مهي مهي مالهاش تفسير الا تفسير واحد ان اتحدى مصر لكرة القدم عنده من الكرم ان هو يدي هذه الرواتب للمديراء الفنيين بس هو يعني برضه عشان نعذر الناس ما هيدي مستوى الرواتب في مصر يعني ايه يعني هو يعني هو مسيماني كان بياخد كده كان بياخد 220 ألف دولار المدير الفني كولر المدير الفني الحالي بياخد في نفس الرنج ده من 180 ل120 ألف دولار انا هزول لحدك بس حاجة بطوليا نفس القصة كان معروض عليه في الاهلي اكتر من كده انا ايسف معلاش هم قبل ما بييجوا هنا اطمم عارفين انت راح فيين وايه سوءك هنا ده فيتوريا خفض راتبه اصلا لمية وعشرين ألف دولار لان هو كان بياخد مع النصر السعودي اكتر من كده انا لا لا انا ما قرنش طبعا انا ما قرنش بس انا بقول لها خفض راتبه عشان وافق ان هو عقده يستمر اربع سنوات لألفين سلسلتو انا بتكلم في حاجة تانية انا بكلم لما باجي اقارن مدرب في القارة السمراء بمدرب في القارة السمراء يعني طالع من نادي او فريق في قارة في افريقيا جاي الفريق تاني في افريقيا لا في جاب كبير جدا جاب كبير بس انا عزوا بضح لحضرتك نقطة مهمة جدا بس او ده مستويات الرواتب يعني حباك مقارنة المقارنة ما بين الرواتب المدراء في المنتخبات الافريقية حديدا يعني فعلا مقارنة ظلمة لان هو كمان بينزل ان انت جاي الدور المصري او جاي منتخب مصر لفل مختلف خالص طب حين يعني ما احترام شكرك شكرا جزيلا هو مدرب جنوب افريقيا ده كتيره مطلوب منه انه يوصل دور التمانية واشكرك على كده او حتى الراجل بتعراج ده مين ده مدرب مين جنوب افريقيا اي مدرب من المنتخبات الافريقية ما دي كده يعني هما سقف وطموحاتهم يختلف عن سقف وطموحات طب انا عايز اقول حاجة واعذروني يعني مدام كده 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 بالورقة والقلم زي ما كلنا بنستعرض يعني من شوية منها 13 سنة والدفع الملايين دي كلها وفي الاخير كده كده بنرجع لنفس نقطة ها احنا منلف بنرجع نفس بعد كده يحصل اخفاق بعد كده نطلع الجماهير الغاضبة وبعد كده الاعلام يتكلم وبعد كده نرجع نشيل مدير فني لامتصاص وال هي نفس الدائرة بما ان كده كده هندوره بنلف في نفس واحنا ما فيش عندنا اي نية حقيقية ان احنا نعالج المنضوع من اصوله من جذوره خلاص طيب ما نجيب مدرب وطني على قد الايد وما نرميش كل الفلوس دي انا بس عايزة اعضح نقطة لحضرتك في فكرة ان لما اتحاد الكرة بيفكر ان هو يتعاقد مع مدرب اجنبي خلينا نتفق ان نتموح منتخب مصر لما بيدخل بطولة زي بطول الكاس الامر افريقية هو هدفه ان هو يفوز بالبطولة يوصل للنهائي فده بيخلي الاتحاد الكرة بيفكر في مدرب كبير مش هينفع يجيب مدرب زغير في افريقيا منفعش المغامرة ويغامر بي لان ساعتها هيقابلوا بغضب جماهيري كبير جدا في النهاية فيتوريا مدرب كبير وفيتوريا في المرتشاط الودياء اللي خدها مع المنتخب لم يخسر صحوها مباراة واحدة لها مباراة تونس كان في بضلك رهيب جدا وسوق توفيق في بطول الكاس الامر الافريقية علشان الرتوبة طبعا ده سبب من ضمن الاسباب وده للراجل كتب في التقليل بتاعه ان الرتوبة سبب من ضمن الاسباب لكن مش الرتوبة بس برضو خلينا اقول لحضرتك لا الرتوبة ديين على المنتخب مصر بس بس في المنتخبات بتعود عليك كل المنتخبات العربية على فكرة مقدرت ان بتقول hanno متعود عليهم المنتخبات اللي انت حدقك بتقول ان هي متعود عليها دي كلها النظر بتعيتها بتاع برا في أوروبا فين المتعودين عليه لا بس فيه فيه منتخبات متعودة على اللقب يعني مثل زي فارق الجنوب أفريقيا سندونز بيلعب هناك فهو ياخد على الرطوبة وياخد على الأجواء دي كلها ده عامل من ضمن العوامل أنا ما بقولش إن ده سبب الرئيس والسبب ده لا يغفل للروي فيتوريا إنه هو خرجنا من دور الستاشر يعني ما بعلقش الشماء على الرطوبة لا ما قلتش كده بس أنا بقول ده سبب من ضمن الأسباب إنه هو خلى فيه تراجع لأداء منتخب مصر فيه حالة من الرؤونة في الأداء في أداء منتخب مصر بسبب طبعا درجة الحرارة لكن في النهاية منتخب مصر برضو لما يجيب مدرب أجنبي مش هيدور على مدربات درجة تانية بالعكس هو هيدور برضو على مرتبات اسمها كبير جدا في أفريقيا أو في أوروبا بشكل عام ولكن هيبقى في تخفيض للراتب مش هيبقى الراتب بيوصل للمبلغ اللي كان بياخد روي فيتوريا لا هيبقى فيه تقنين بشكل كبير جدا فيه عملية الراتب خصوصا في زر صعوبة توفير لعملة دولارية على اتحاد الكورة وهيكون فيه كمان تقنين فيه عدد أعضاء الجهاز الفني خصوصا بعد تعيين الكابتن محمد يوسف في الجهاز وجود الكابتن محمد يوسف في اتحاد الكورة عنده دورة ودية في شهر ثلاثة حضرتك استعرضتها وقلت إنه هو عند دورة ودية فبالتالي لازم يبقى فيه شغل وفيه استعدادات من دلوقت المدرب اللي هيجي هو قصة المدير الفني في خلال شهر هكون خلصانة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر